نأخذ الشيخ أحمد من السويد. شيخ أحمد من السويد. مرحبا بك. سلام عليكم. سلام عليكم. تفضل أخوي. مخ رشيد. نعم. أنا اتلعت عن الآيات اللي حكيتها. وهو كلهم صحيح. ونحن لسنو خادلون في دينينا. سننضل نقاتل حتى آخر يوم وفي حياتنا. نعم. وكل ما قلت هو صح. ولقاتلهم في السويد. وسنقاتلكم في أي دما كنتم حتى تقولون لا إله إلا الله. يعني أنت تقول لنا أنا سأقاتل أي واحد غير مسلم حتى يصير مسلم. لا حتى آخر يوم بحياتنا وسنأخذ السويد ونأخذ أوروبا كلها أيضا. وأنت الآن في السويد. أنا في السويد. عند الكفار يعني. نعم. تأكل من أموالهم وتشرب من... نحن نأكل من أموال الله ليس من أموالهم. يعني تأخذ من الحكومة أيضا تستفيد منها وكل شيء. أي نحن نأكل من أموال الله ليس أموالهم. طيب لماذا لا تذهب إلى أرض الإسلام مثلا إلى مكة إلى مسقط رأس النبي إلى المدينة المنورة حتى تستمتع بقبر النبي وأرض الإسلام وتستمتع بالإسلام في أرضه؟ لماذا ذهبت عند الكفار؟ نحن هنا في محمة دينية لمن شرديننا. لكن أنت تعرف أنه حرام أنك تترك بلاد الإسلام وتعيش في بلاد الكفر دون اضطرار؟ بلاد الإسلام هي بلاد الله بأكملها في كل خريطة العالم. طيب إذن أنا أسألك في هذه النصوص لما قال محمد لقد جئتكم بالذبح أنت تقول هذا الكلام أنه صحيح؟ صحيح مئة بالمئة. وأنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهي الله وأن محمد رسول الله هي أيضا صحيح مئة بالمئة؟ نعم وسنقاتلهم ورحمة ليس لخجرون في ذيننا. طيب كيف تقول أنه رحمة للعالمين؟ ما هو تعريف الرحمة؟ رحمة للعالمين كيف يعني؟ رحمهم عندما يدفعون الجزء ولا يقتلهم. ليس رحمة؟ نعم منتهى الرحمة. طيب وكيف رحم مثلا الناس الذين قتلهم لما قتل أبا جهل ولما قتل كعب بن الأشرف ولما قتل أهل قبيلة بني النظير ولما قتل كانت دفاعا عن نفس أخر شيء. كانت هي دفاعا عن نفس. يا سلام كعب بن الأشرف كانت دفاعا عن نفس. وما أدراك كماذا قال وما كان يخب تعب بن الأشرف لرسول الله؟ أنت تقول أنه رحمة للعالمين يعني متسامح وشخص رحمة يعني منتهى الرحمة. واحد انتقده في بيت شعري يقتله؟ لكي لا تصبحوا سنة وينتقوا دونه كل العالم ويقتدون ويكسرون لقد قتله نداء من الله فهو لا ينطق من الهواء فالله أمره بقتله فقتله. هل القتل هو الرحمة؟ يعني أنت تقول شيء منقضي. تقول محمد قتل كعب بن الأشرف وتقول أنه رحمة. نعم مرحمهم لما قتله رحم الآخرين لك لا يتبعون هذه الأشعار التكفيرية. إذن بقتل بعض الناس أنت ترحم الآخرين؟ نعم. وما تقوم به داعش اليوم في سوريا وفي العراق وهذا هو عين الرحمة؟ أولا الدفاع عن الكفر. أنت تعلم أن بلاد العربية أضح بها الكفر الكثير من الخمر والرقبان كثير من الأشياء. وهنا يدافعون عن دينهم وأسلامهم. وطرد المسيحيين من العراق؟ طرد المسيحيين رفضوا دفع الجزية يا راشيد. إذن ينبغي أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرهم. أليس الدرحمة عندما يدركونهم يمشون ويستطيعون قتلهم؟ أليس الدرحمة؟ طيب أصلا هم هذه بيوتهم يعني. يعني تحب الآن تحب الآن في طيب أنا أعطيك سؤال سؤال معاكز أنت الآن في السويد. تحب أن تجي عندك خليني خليني سألك سؤال واضح صريح. أنا أطبع صريبة في السويد. لا لا هل تحب أن تأتي السويد لك وتقول لك إما تصير مسيحي إما تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر إما تترك السويد. نحن ندفع الضريبة التي يسمونها السكت. الضريبة ليست هي الجزية. نفسها هي الضريبة هي الجزية. لا الضريبة تفرد عليك وعلى كل سويدي. الجزية لا تفرد على المسلم. هي جزية مثل الزكاة. لا 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 ليس مثل الزكاة. ما تضحك علي أنا كنت مسلم. الجزية تدفعها عن يد وأنت صاغر. الزكاة لا تدفع عن يد وأنت صاغر. إذنما تكون عندها تكون دولة إسلامية لديها قوانين. ويجب كل من يعيش في هذه الدولة يحفظ قوانينها يا أخرشيد. وأنت تعيش في أوروبا وتحفظ قوانينها. القوانين التي تذل الإنسان وتأخذ من كرامة الإنسان وتحتقر الإنسان ليست قوانين هي ظلم. ممكن يكون في قانون أنه يقول لك أنا أخذ زوجتك. هذا ممكن يصير قانون. هل تحب أنه يكون قانون؟ يأخذ زوجتك بالعنف. يأخذ أموالك وأنت في السويد. هل تحب هذا يكون قانون؟ هذا ظلم حتى لو كان قانون. القانون هو العدل. لكن هو الرحمة موجودة عندما يتركون الشعب الذي سب الرسول الذي شتم وكفر. يتركونهم يمشون بدون ما يقتلونهم. أليس الرحمة؟ الرحمة هو أن تترك الناس يعيشون بسلام في بيوتهم دون أن تؤذيهم حتى لو اختلفوا معك في التفكير وفي العقيدة. هذا هو الرحمة. أما أن تجبرهم أن يكتركوا أبيوتهم وأموالهم بسبب أنك أنت مسلم وهم من دين آخر. هذا قمة الظلم وقمة العدوانية. وأنا أشكرك على العموم على الاتصال بنا. طيب أنا أكمل لكن هذا هو الإسلام الحقيقي. الأخ الذي اتصل من السويد هذا هو الإسلام الحقيقي. موسيقى